السلام عليكم مشاهديني الكرام و أهلاً وسهلاً بكم و هذه حلقة جديدة من برنامج في خدمتكم مشاهديني الكرام حلقتنا اليوم حلقة تخص مديرية المرور العامة كل تأكيد هواي ناس رح تستانسوا بيش حلقة لأن كتير من الأسئلة والاستفسارات وردتني في البرنامج واتصارات شخصية أن نستضيف أحد كوادر مديرية المرور العامة أغلبيتهم هم من الأخوان أصحاب الدراجات النارية وأيضاً أصحاب الإجازات السوق اللي ما يمتلك إجازة السوق وكثير كثير من الأسئلة بعض منهم قلوا يا أبا عني دراجة أخذوها خاصة أصحاب الدراجات أخذوها حجزوها سوى راسطة راح أجي قل لا بأمر من الوزير الدراجات اللي ما تحمل وثاق وما بها أرقام مرور تحجز زين يمت تطلع وشن السبيل بالتأكيد هذه الأسئلة إلى إجابة اليوم عن طريق ضيف حلقتنا اليوم المقدم الحقوقي أستاذ حيدر شاكر تشلدي ضابط الإعلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة نرحبك أجمال ترحيل مقدم حيدر أهلاً دكتور وأهلاً جميع مشاهديك وعلى برنامجك وعلى هذه القناة الجميلة الله يحفظك حبيب مقدم حيدر مقدم حيدر أولاً شكراً لك في تلبية الدعوة وهذا دائماً يكون بصراحة دائماً أكون تعاون كبير بيننا وبين مديرية المرور العامة هدف مننا هو إيصال المعلومة المتلقي وأيضاً حل بعض الإشكاليات العالقة من كفيدة هنا اليوم هؤلاء يتساعدون على قضية التعقيد بالإجراءات الحكومية حسب ما أسمعت هناك أقضى تبسيط الإجراءات الحكومية في مديرية المرور العامة يا ريت نورنا بهذه الإجراءات نعم بداية أنا رحب بيك مرة ثانية شكراً أستاذ من الغالي نحن في مديرية المرور العامة عملنا بشقة عملنا في تنظيم حركة السير والمرور وكذلك عملنا في تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة لإخواننا مستخدمي الطريق ففي مجال تبسيط الإجراءات في موضوع تصدار إجازات السياقة وتسجيل المركبات مديرية المرور العامة نهجت منهج أنه استخدام التكنولوجيا بشكل عام والأتمة العامة في هذا المجال أصبح هناك ربط بين جميع مواقع التسجيل في بغداد وبقية المحافظات ومسيطرة عليها من سيطرة مركزية موجودة في مديرية المرور العامة المقر العام كان في ملعب الشعب ربطنا جميع المواقع في هذه المديرية مديرية تسجيل المركبات وإجازات السياقة وهي اللي تصدر جميع التعليمات اللي خاصة بتسجيل مركبات وكذلك عمليات نقل ملكية مركبات من شخص إلى شخص آخر وإصدار جميع البيانات الخاصة بهذا الشعب جيد، أنا كمواطن مقدر حيدر أنا شا استفاد من هذا الموضوع سويت وأتمت ربطت كل الدوائر كل المحافظات بالمديرية المرور العامة يعني أنا كمواطن عايش بالبصرة مثلا ومعاملت بغداد صح يعني ممكن حالة بالبصرة لو أرجع البغداد طبعا أكيد، نحن في مديرية المرور العامة سابقا كان أنه أنت مركبتك مثلا نقول ببصرة مزين لازم تتحولها في محافظة البصرة سمع حاليا لا، أنت في محافظة البصرة ممكن أن تتحول ملكية مركبتك في بغداد وممكن تتحولها في الموسول وممكن تتحولها في الأنبار وكذلك في بقية المحافظات ليشت أنها أصبحت حكمة الكترونية عن جميع الفعاليات التي تجري على هذه المركبة يعني مثلا أنت نقلت ملكيتك في محافظة البصرة أصبحت في ملكية المركبة عندك استلمت بها سنوية هذه مباشرة تم تحديث هذه البيانات في محافظة البصرة في محافظة بغداد في محافظة الأنبار يعني من ترجع إلى بيانات المركبة القهر لجميع هذه المحافظات مربوطة بشبكة الإنترنت والتي تأرشفت جميع البيانات وأصبحت معممة على كافة مواقع التسجيل لذلك هذه مفيدة جدا في موضوع البيانات إضافة أنه أنت مثلا عندك نقول يمي مثلا بطاقة مراجعة مثلما نقول إلى دوائر مديرية المرور العامة المشروع الوطني عندي كل البيانات ماتك أنت مطلع عجازة السياقة مثلا في مديرية المرور العامة وعندي بطاقة السكنة وعندي هوية الأحوال المدنية يعني هذه البيانات بعد ما أحتاجها ليش أن أنت الشخص أمامي موجود عندي بياناتك ممكن أنه أنت تراجب مديرية المرور العامة ما تعمل هذه البيانات نقدر إحنا نستدل عن بصمة الإبهام اللي موجودة عندك أدنى فيه ومؤرشفة فيه دوائر مديرية المرور العامة ما نحتاج هذه البيانات مرة أخرى لذلك هي مفيدة جدا لإخواننا المواطنين فادت رجال المرور وكذلك فادت إخواننا المواطنين بهذه الناحة أحسنتم جزاك من الله خير إذن إذن يمكن أن تتنفذ قضية التحديث يعني مثلا أنت قلت بأنه هناك مبالغ مالية عندما نذهب إلى مديرية المرور العامة دائما تحويل سياة أدفع مباشرة أنا خساب ما بتمت نعم لنذهب إلى مبالغ مالية عن طريق المصر نعم وهذا واحدة من إجرائنا هذا موضوع آخر استخدمنا التكنولوجيا الحديثة في موضوع استحصار الرسوم من إخواننا أصحاب المركبات والذي يحول مركبته أو يسجل مركبته تسجيله أول مرة أو استحصار إجازة السياقة كانت سابقا أنه توقف طابور لدفع الرسم في دوار مديرية المرور العامة أنه أنت من تدفع الرسم تدفع الرسم عن طريق شباك الرسم موجود في دوار مديرية المرور العامة شباك التسجيل فأنت توقف طابور وبنفس الوقت يجيب ياك مبالغ عالية لدفع الرسم الموضوع أو ساك من مثلا مصرف الرشيد لتسجيل مركبة يمكن أن يوصل هذا الساك إلى أربع ملايين لتسجيل مركبة لدي شراء رقم من من المشروع الوطني فهذا حاليا بعد ما تحتاجه أنه تحصل على ماستر كارت وهذا الموضوع حديث يعني تباشر به يوم غد يوم الأحد تباشر به دوار مديرية المرور العامة بناء على توجيهات سيد مدير المرور العامة أنه من يوم غد تباشر دوار مديرية المرور العامة باستحصال المبالغ المترتبة من الرسوم عبر الماستر كارت عبر الماستر كارت يعني أنت هسا عندك ماستر كارت تراجع دوار مديرية المرور العامة تدفع الرسم ماتك بشكل أصوري عن طريق الماستر كارت واي خلاص جيد يعني أنا قصدي حتى يفهمون المتلقيين أنت ذكرت مصرف الرشيد هي مفقط مصارف لا طبعا كل المصارف جيد أحتي على موضوع الأساسي الذي طرحناه نقدم حيدر بصراحة أصحاب دراجات وأغلبية طبعا بدون أرقام أنا سأرى في المواقع كل ساعة يقابر يا بنتم طلعتوا بحلقة وجبتوا بالمرور بلك تطلعون الدراجة وسألتصال جنابك فقلت له هذا الأمر هو أمر خاص بوزير الداخلية حصرا يمنع من عن باتن أنت جوال الدراجات النارية بدون أرقام زيان الآن الحاجة صار بشكل بكثافة يمكن لسي القواطع كلما ترويز الدراجات النارية نعم دكتور حازم سابقا هم طلعتوا بحلقة ونوهنا أنه كان هناك موعد آخر موعد لتسجيل هذه الدراجات ومرة ثانية مدد هذا الموعد ومرة ثالثة مدد هذا الموعد لأصحاب الدراجات التي لا تحمل لوحات وحتى اللي كان ما عندهم أوراق انطيناهم مهلة إلى واحد اثمعاش الفين وثلاثة وعشرين إنه تراجعون مديرية المرورة العامة هاي المديرية تسوي لكم كتاب إلى هيئة القمارق العامة يعني مثلما نقول الدراجة التي لا تحمل أوراق يعني حديدة صح ما بيها منافز تراجع دوائر القمارق لترسيم هذه الدراجات بصورة أصولية وبعد ذلك يتم تسجيلها في دوائر مديرية المرورة العامة قسم من الإخوان سجلوا والقسم الأكبر كانوا يعني ما ما راجع ما راجع يعني إنه يقول لك ممكن إنه الدولة أكثر من مرة مددتها فممكن إنه إحنا يعني حتمددها مرة أخرى ومرة أخرى وبعدين يسوا في هذا الموضوع لا إحنا طلعنا وقلنا بالإعلام ومن قلال قناتكم وقنوات أخرى وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البرامج وإضافة إلى أنه إحنا حتى علقنا إعلانات في كافة دوائرنا في دوائر مديرية المرور العامة وحتى الشرطة المجتمعية باشرتوا إيانا بهذا الموضوع علننا عنه في يعني ما أعتقد إنسان ما وصل له هذا القرار فبعد ذلك بعد ذلك انتهت المدة كان القرار إنه جميع الدراجات التي لم يتم تسجيلها في دوائر مديرية المرور العامة التي تحمل أوراق والتي لا تحمل أوراق ولكن أصحاب هذه الدراجات لم يراجعوا دوائر مديرية المرور العامة فعلى جميع المفارز مديرية المرور العامة والقوة الماسكة للأرض وحتى الجهاز واحد النجدة كلهم معنين في هذا الأمر إنه الدراجات يتم التي لم تسجل يتم حجزها وفي دوائر في الدوائر المختصة في القواطع ومن ثم تحال بدعاوة قمرقية إلى هيئة القمارق العامة للتصرف به فإحنا هذا الأساس إحنا وصلنا هذه التعليمات عملنا على وفق التعليمات اللي وصلتنا أما أنه هناك قرارات ما هي إجراء القمارق إجراء القمارق إجراء القمارق أما يصادرها أما يعني يحق هيئة القمارق حسب القانون القمارق إنه يصرف فيها أين ما يكون ممكن إنه يتلف ممكن إنه يبيعه بالمزاد يعني بعد ما هذا إجراءات القمارق تطعم التصرف إيه هذا الإجراء الأخير اللي إحنا اللي إعلننا عنه سابقا واللي إحنا وصلنا للمواطن إنه يا آخري سجل دراجتك دراجتك إذا ما سجلت سوف يكون هناك إجراء طلعنا وحشي نام مثل ما نقول بأكثر من مرة وبأكثر من برنامج وإعلننا عنه بكل يعني تقريبا في كل القنوات جنسل ما مسجل أين يروح؟ نفعه عائل ما مسجل وشفته إجراءات وروح تسجيل الدراجات النارية توقف إضافة لأنه إحنا أعتقد إنه استيراد هذه الدراجات كثيرا كتوقف من زمن يعني من قبل أكثر من سنة يمكن صدر قرار من رئاسة الوزراء بيقاف استيراد الدراجات وإعلننا عنه في قناة العراقية وإعلننا عنه في جميع القنوات إنه يمنع استيراد الدراجات النارية وتنفذ هذا القرار أين أصحاب الدراجات اللي ما سجلت؟ الطوهم مهلة يمكن أكثر من سنة إنه يا أخوان سجلوا دراجاتكم حتى اللي ما بها أوراق الطوهم مهلة طوهم مهلة شهرين أو ثلاثة شهر لتسجيل هذه الدراجات وهم ما راجعوا فإذا الشخص اللي ما راجع وسجل دراسته إنه متعمد إنه ما يسجل دراسته مو إنه هو مثلاً يعني ما يدري أو يجهل بهذا الموضوع أكو سبب آخر مخدر حيدر شون السبب؟ سمعت ملع ذو يقول لك المبلغ اللي أدفع للقمار أصبح لنا أصف دكتور كان عالي جداً وأصبح لنا أصف يقول سوية 450-500 دكتور هس أنت عندك سلعة خلق أجوياك هس أنت عندك مركبة المركبة إذا جددته سعرها يرتفع لو ما يرتفع بالتأكيد يعني نفس الشي الدراجة إذا ما مرقمه بسعر فلوسك ما أرد أحذاظها بشاط إذا هي مرقمه بسعر وإذا ما مرقمه يصعد سعره ينزل سعرها فإذا هي سعرها نقول 400-500 وما هترقمها هتذب علي أجقد 300-400 يعصير سعرها تقريبا 800 يطخ هذا فأنت لا تذهب في الشاطئ فلوسك أنت أصلاً هي هاي الفلوس ترتفع سعر الدراجة به نحن نولد هذا البلد كلنا نعرف هذه الإجراءات يعني سيارة ما مرقمه بسعر ومن تترقمه بسعر تماماً تماماً كلام يعني نفس الشي نفس الشي نفس الشي نفس الشي دراجة مركبة دراجة مركبة والله انتم تخلوا يعني انتم المرور تخلونا طب نشترو ستوتا يعني هاي ستوتا احنا خليكون عندك احنا ما عدنا اعتراض هم ما كنت الدولة لكم احنا ما عدنا اعتراض على أصحاب الدراجات قليكون يعني 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 مديرية المرور العامة مو ضد أصحاب الدراجات ترى احنا اكثر الناس متعاطفين معا بس احنا دائرة تنفيذية ننفذ كل القرارات اللي تصدر من المراجع وكذلك عدنا قانون احنا نعملها بقانون والقانون قانون مرور 18 سنة 2019 واضح يمنع تجوال اي مركبة مو بس الدراجة منه بدون لوحات يعني ممكن انه صاحب هذه الدراجة يرتكب لجرب وصارت وصارت هواء واستحيل تكشفه وبالسرقة ما تسرق الدراجة ما تقدر تقدم حتى الدعوة صحيح مو بس هاي يعني ممكن انه ينفذ عمليات قتل عمليات سرقة وبنفس الوقت هذا بعدين ما بيه لوحات ما بيه لوحات لا ما بيه ملثة مستحيلة اقدر اوصلها كثير من العمليات صحيحة يدخل بين الازقة يعني صعبة جدا لذلك يعني الاجراءات لازم تكون صارمة بيش مواضيع اضافة لانه انت الطيت اكثر من مهلة يعني اكثر من مهلة ونترجى خير انه أسه بركة الله مننا يعني مننا هالتشام يوم هاي التنزل القرارات اخرى على هذا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله هسه تم القطع على هاي الدراجات اذا ما تكون قضية الازدحامات شوارع بغداد كله مزدحمة ايه الازدحامات المرورية هم مو جديدة يعني على شوارعنا في شوارع بغداد موضوع الازدحامات المرورية بشكل عام ينحل ينحل ان شاء الله يعني بالمستقبل القريب المشاريع العملاقة اللي عملت بها الحكومة من الجسور والانفاق وتوسعة الشوارع بدت بوادرها تبين بدت الجسور تبين انه تكمل تكمل جسر بعد اخر هاي كلها تتخفف بمقدار نسبة خمسين الى ستين بالمئة من الزحامات المرورية لكن اكو مقترحات اخرى في مديرية المرور العامة لتخفيف الزخم الموجود في دوائر في شوارعنا في بغداد بالاخاصة يعني في شوارع الكرخ وكانت في الرصافة اللي هي منها تقنين عملية استراد المركبات يعني احنا بدل ما نستولد هالكميات الهائلة من المركبات ممكن انه ارجع الى نظام ترقين قيد المركبات ممكن انه مركبة تدخل يسقط تمامها مقابل المركبة بهاي الطريقة حافظ على النسبة الموجودة من المركبات في السوسط سابقا كنا نعمل بها سابقا كنا نعمل بها هس حاليا نعمل بها احنا مبعدنا عاملين بها يعني ممكن انه تتجيب مركبات ترقين قيدها نطيق موالتها تسجل على ما عندنا مشكلة بها بس فتحنا باب اخر اللي هو بيع اللوحات المرورية قبل المشروع الوطني اللي هاس حاليا المواطن يستسهل هذا الموضوع يقولك انا راح اجيب مركبة وارق قيدها واجراءات روتينية وممكن هاي مقل المركبة اي احنا بدورنا مقترح من مديرية المرور العام انه هذا المقترح جدا مهم انه لازم نتوقف من عملية الارقام ونعود الى عملية ترقين قيد المركبات نعمهم على كل المحافظات ومنها بغداد حتى نسيطر على عملية دخول المركبة يعني ممكن تصل الى موديلات معينة مثلا للتصديق لا في قانون المرور ما يسمح نعم يعني الموديلات اللي انت دائما احنا ننسي عن هذا الموضوع قانون المرور يعني انا مثلا عندي سيارة تراثية الف سعمية وخفسي الف سعمية واربعين ها مركبات ها قبل نصف ساعة شفت مارسة سمك المدى الف سعمية واربعين صاحبها معتني بها الى درجة حتى خشفت مركبة المسكوبج هاي سيارة تراثية انا اجبرة في مديرة المرور هذا الحديد الخصوصي اي بل بل مركبات الخصوصي الاجرماء الها غير بس انا اجبرة في مديرة المرور العامة وما عدي قانون انه يرقم قيدها مجبر هذا الشخص ما كويش احكي كلام ولا مو بس احنا حتى في بقية البلدان خليكون عندك في بقية البلدان كذلك بس احنا نقدر احنا قلت لك احنا نسيطر على عملية سيراد المركبات وتسجيلها بهاي الطريقة نعود لانه الرقم قيد المركبات اضافة الى انه عندنا بقية اجراءات فتح جميع الطرق الموجودة في شوارع بغدان توسيع نعم التوسيعات الجزرات الوصفية نحاول جهد الامكان نحاول جهد الامكان انه ناخد من الجانبية كيف ان ما اصبحوا بشاعة الجادرية وغيره ايه يعني اكو بوادر لعملية فك الازحامات المرورية ان شاء الله مثل ما قلت لك يعني خلال هالأيام الاحسن ثم الاحسن ان شاء الله وعلى امانة يعني اهمات الحكومة بالمستقبل المتوسط وليس البعيد يعني قضية توقيع الشركة الاستشارية على المترو على القطارات ايضا الهمات ايه اكيد النقل النهري عندنا مفيد وعندنا كذلك النقل الجماعي هذا اذا اتفعلت هذه الامور بشكل الصحيح سيخفف من الزخم المروري كثير حتى الباصات في دوائر المدنية والعسكرية يعني بذل ما انا اجي الى دائرتي عن طريق مركبات خاصة ممكن انه دوائر انه توفر لك باص يوسطك الى منزلك ويراجعك الى العمل لان اوقات الدوام معروفة هي من الساعة هلقت لساعة هلقت المسيارتي لا احتاج سيارة مركبة بس اذا توفر باص يليق بالموظف كانت موجودة سابقا باص 72 ايه ايه توديك من البيت الدوامك وانت بوقت محدد اضافة للتكسي النهري ممكن انه يعني احنا ما شاء الله نهر دجلة يخط بغداد من طولها طولها صحيح يعبر من شمالها لجنوب وذا تركيا قطعت يمكن القارب النهري او التكسي النهري يأخذوه دفع لا الحمد لله ان شاء الله سيطري ان شاء الله خير ان شاء الله عند عياني المطرة هسا نشوف نهر دجلة ان شاء الله احنا بالقرب بشكل مباشر من نهر دجلة ونشوف ما شاء الله جمال نهر دجلة وبدأ يرتفع المنسوب سبب الامطار والاخر فطل على تركيا هاي كل خيرات البلد ونعم ان شاء الله اكون تستثمر ان هذا الحرامات المطر الكبير بهذه الحكومة ايه بهذه الحكومة نتأمن كل خير نتأمن كل خير قضية المواقع مقدر حيدر يعني انا هسا كمواطن يا موقع اللي آني جزء انا راجع مثلا بيع المركبة تغيير لوحة نعم استخراج اجازة في بغداد والمحافظات احنا في بغداد عدنا تسع مواقع نعم جميع المواقع في بغداد تعمل عدنا غستومية تاجيات حسينية كاظمية كاظمية غزالية طوبشي مديرة المرعامة هذه المواقع تعمل على شارتشية بعدي لا شارتشية ما موجود الغلق ايه تحول للطوبشي يعني عدنا مواقع كافية في بغداد حاليا مسيطرين على عملية نقل المركبات وتسجيلها وإصدار إجازات السياقة كل هذه المواقع تعمل من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساءا نظام الشفتين يعني احنا ما نتوقف بنفس الإجراءات الصباحية بنفس الإجراءات الصباحية لذلك احنا بس احنا مواطننا دائما يروح بالشفت الصباحي متعلق صحيح ما يوزع الوقت ماله فتشوف الكثافات المراجعين الصباح قبل مساء أفضل تجي بالمساء ما تلقى لك عشر عام فارض المقيع يعني ماعرف تغيير ثقافة المواطن العراق مبرمج على الصباح كل دوار بالصباحي لذلك احنا من خلال قناتكم أنه نوجه نداء لأخواننا المواطنين يراجعون دوار المديرات وقابل ساعة بالستة وتعزدون بالثمانة عندك كاميرا تجيين ساعة بالسبعة أراويك نفس الشيف تلليز بالصباحي موجود بالمساء بس احنا نقلت لك احنا متعلمين على الدوار أنه نراجع لازم عسنا تتحطى بالدوار الأخرى هم تلقاهم عدهم خلل بهذا الموضوع يجيك بالصباح يريد من الساعة بثمانة أو صباح بالجمهرين وراء ساعتين تفرغ الدوار كل الدوار تقليل بس هذه النشاطة نعتبر حياتي بالصباح تردون أم لفور يجيك بالعصر وحيرتون لا والله وفعل تقليل الزفن يعني أنه قسم لا تجيني بالصباح على مثلا قسم مقتك قسم مقتك يعني تعال مثلا فتبثت فيها بس تنجز المعاملة تنجز من يوم نفسه زين هسا أنا بيت مثلا بفلام وكان فيه بغداد نعم إذا أريد راجع الغزالي نفس الإجراءات نفس الإجراءات بطاقة السكن حاليا على البطاقة السكن؟ لا 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 أدخل بطاقة السكن حاليا تعتبر حتى مستمسك ثانوي نحن هم شي عندنا أن هوندا الشخص بنفسه يأتي وياه هويته بطاقة الوطنية وياه بطاقة السكن يريد يطلع إجازة السياقة في الغزالية يريد يطلعها من التاجيات يريد يطلعها من الحسينية من الرستومية هاي كل المواقع التي تصدر إجازة السياق بيع شراء كذلك من ملعب الشعب كذلك بيع شراء بمركبة إذا بالبصرة إذا بالبصرة يقدر يطلعها من البغضاء هذا مشروع وطني إذا بالموصر يقدر يطلعها بالبصرة ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع ممتص اللوحات المرورية صدق أكو شهر بينا؟ لا حاليا كل اللوحات المرورية متوفرة لكن إحنا طبع هذه اللوحات المرورية إلا يراجعنا الواطن ليش؟ سألني ليش؟ ما قلت ليش؟ لا بأخير لأنه إحنا عندنا لوحات متراكمة مديرية المرور العامة مطبوعة وجاهزة لا مراجعين عنها صار لهم أكثر من سلتين ثلاثة وعلننا عنها في موقع مديرة المرور العامة وعلننا عنها في برامج التلفزيونية ونادينا إخواننا أصحاب المركبات اللي سجلوا مركباتهم واللي كان عندهم أرقام قديمة الصدامية تحولت إلى الرقم الألماني الجديد إنه يا أخوان راجعوا دوار مديرية المرور العامة لتثبيت هذه اللوحات على مركباتكم ولحد هذه اللحظة أبشرك جزء قليل جداً اللي راجعنا والجزء الأكبر بعدها لحد هذه اللحظة ما أعرف أسباب نجهلها في مديرية حتى السنويات والإجازات هم يحبون راجعكم؟ لا لا فقط اللوحات لدينا خلال فقط في اللوحات ما تأخذوا أسباب؟ يعني ما أعرف هذا كل مواطن إلى سبب من تكمش من تحجز مركبته بعيداً إنه اللوحات موجودة في سؤال منطقي معقول السنة يمشي بدون لوحات؟ سؤال أغلبيتهم مثلاً في قرى بعيدة في محافظات ماذا بالألاف؟ اي صح عنيك كميات كبيرة جداً انتم هذا الرقم المركبة من يقوم وتطلع عندكم باتريس قائدة بيانات كاملة إلى نعم أنا في مديرية المرور العامة لازم يراجعني حتى أقدر أتدتك أتدتك لا مؤاني مؤاني مثلاً المواطن نحن في مديرية المرور العامة طبعاً خالي يكون عندك علم نحن كيف يعني يعني أنا مني يراجعني المواطن في دوار مديرية المرور العامة يسجل مركبته أنا كيف أطيل لوحات حتى لو ما جايب السيارة ماتتك بس يمنعني هذا الموضوع قانون المرور رقم 8 سنة 11 أكون مادة قانونية تقول أنه على مديرية المرور العامة تثبيت اللوحات في الموقع داخل الموقع يعني في الدار المعنية ذلك دائماً المواطن يقول لي يا أخي هن البليتات أنا ستت منها حتى تثبيت ليها يا صحيح كلامك ستت تطلع منها ممكن تفتح اللوحات تطلع بس المهم أنا أغمن بس أنا عندي قانوني اللي أشتغل بي إنه لازم أنه أنت تراجعني ونجيب سيارتك في مديرية المرور حتى أثبت لك اللوحات المرورية هذا قانون في مادة قانونية في مديريته في قانون المرور يعني هسا أنتم بالجليد شو ستفعلون راح يجي من يراجعني المواطن يقدم طلب لطبع اللوحات نفس اليوم نفس اليوم سيارته موجودة يطبع اللوحات ماتة يثبتها ويروح المعاملة يعني المعاملة ستتجزب أول نفس اليوم نفس اليوم ستجزب نفس اليوم كل المعاملة وهذه التواصل موانهم صارت عدي يعني هنت أترك عن تجربة بس هنت تجربة في وقتها يعني صدق تأذيت بصراحة بمراجعات الدائرة عن تقربة قبل سنتين كان نظام تعبوا بشكل يعني نظام تعبوا بشكل يعني صحيح حسنا لا وبين القمق وبين كذا هس عدنا شمع جوءات صارت بين القمروق بين كذا سهلت ومسهلت هس لا القمروق صارت عدنا منصة قمروقية منصة عمل مشترك بين مديرية المرور العامة وبين هاته قمارق العامة صارت هناك منصة قمروقية الكترونية يعني هس أنت سابقاً كنت تدخل سيارة للبلد حتى تسجلها في دوار مديرية المرور العامة ثاني القرص القمروقي صحيح حتى ما يوصل إرادة من 20 إلى 30 يوم 15 يوم أو 20 يوم من 20 إلى 30 يوم يا الله يجي هذا القرص بمجموعة من المركبات تدخل ضمن السيستم في المشروع الوطني وبعد ذلك يتم تسجيل هذه المركبات هس حالياً لا خمس دقائق ما هي؟ يعني أنت بالحدود دخلت هي ترقى مارق العامة تبرقها على هذه المناصة خلاص دقلت بسيستم المديرية تعمم على كل الأوراق أنه أنت هذه أصولية وأوراقك بيدك ثبوتية من المركبة وهو داخل فيه سيستم المديرية وسجلها تقدر بعيد دوائرة من دار حتى لو تنفقد هذه الأوراق هي دخلت بالسيستم؟ ها وأنا أحتاج هذه الأوراق ديش أنا ما أعتمد فقط على المنظومة أنا أنت الأوراق أحيطوكيها بريد ما حتيجيني بالبريد تمام أنت صاحب المركبة أوراقك وياك صح فمن تجي أنت أوراقك لازم وياك كتاب التسجيل تعريفة القمرقية المنفيز دنيا هي دخلاً وين؟ دخلاً أرشفة أرشفة عندي في نظام التسجيل المركبة لأول مرة هاي من أدخلها أنا من دخلت عندي وينحفظة هذه الأوراق صارت في ذمة مديرة المرور العامة إذا فقدت أحنا أنه حاسب بس إذا أنت مواطن فقدت هذه الأوراق أنا أطالبك أنه تجيب لي أوراق حتى له مصدقة من هيئة القمرق العامة هي أكيد نسخة بالقمرق عدهم أكيد هي نسخة تجي القمرق مديرة المرور العامة ونسخة صاحب المركبة صحيح زين عندكم حملات توعية بصراحة يعني تحتاج إلى توعية يعني إذا أنت تقول أصحاب المركبات اللي اللوحات ماء جوي قلت أكو حملة نسوينا بعض المفاصل تحتاج إلى توعية المديرة المرور العامة إشارات نوعية الإشارات التحويلة كده ما احترامي يعني أغلبية هم الشباب ما قدوا ذاك الوعي المروري أنا أقول لك يمكن الموالد الستينات الخمسينات السبعينات وممكن ثمانينات واحترامنا لبقية الأجيال ما قدوا ذاك الوعي المروري فشنو دور مديرياتكم سويتوا هذه الحملات بدأت التوعية تستمر أدكم أو هي أصل متوقفة لا نحن في مديرة المرور العامة عدنا حملات يومية من التوعية قسم العلاقات والإعلام وشعب العلاقات والإعلام في المحافظات وفي جانبه كرق ورصافة يوميا كوادر هذا القسم تعمل ليل النهار على توعية المواطنيين وعدنا كذلك مواقع التواصل الاجتماعي نعلن عنها وعدنا كذلك البرامج التلفزيونية والإذاعية يعلن عنها قسم العلاقات والإعلام ومدراء الشعب والعلاقات في المحافظات أدنا بما يقارب 22 برنامج في بغداد والمحافظات لحملات التوعية وإعلان ما يصدر من مديرية المرور العامة من تعليمات تخص كل عمل المديرية فحملات التوعية مستمرة أدنا كذلك مشورات أدنا بوسترات أدنا كثير كثير حتى أدنا جامعات متعاونين مع جامعات نحضر ندوات أدنا كذلك حتى على مستوى دوائر دولة ندخل وياهم مثلما نقول من ندوات وحوارات تخص بعمل المديرية فكثيرا كثيرا هي عملات التوعية مستمرة لهذا اليوم يعني المشكلة بي يعني ما يشوف بس أنا المتلقي أنا المتلقي من عندي يستقبل التوعية يعني مثلا أنا دكتور حازم قلت لك ألبس حزام الأمان حزام الأمان مصطحتك حزام الأمان يحميك من الحادث ويحميك منه أنت عندك مثل ما نقول عندك قابلية تستقبلها من عندي أحد من أحد تقول أين شارع في بغداد يكلها ما لابسة يكلها ما لابسة لا أو هي مو بسها هو أين أقدر أنا مش مية أقدر أمشي شوارع بغداد كلها جاوبة صحيح فالشوارع لي كلها ازدحام لا أنا ما هي شي هي هي أبسط شي هو حزام الأمان أنت بنت تلبس حزام الأمان سبحان الله تنتزم كل قواعد المرور نفسيا نفسيا تنتزم كل قواعد المرور لماذا أنت أبسط شي نفذته بقية السرعة ما حتمشي سريع ما حتتجاوز على إشارات الرجل المرور ما حتوقف بوقوف ممنوع لماذا أنت نفذت أقل من قواعد المرور اللي هو حزام الأمان لم تتنفذون هاي الكاميرات لم تتجزونها حاليا بعدي قيد التجربة إذا ما يعني ينفذ يعني المشروع بشكل كامل بشكل كامل إضافة لأنه لازم هناك تطبيق من الشركة إلى أخواننا المواطنين حتى يعرف أنه صدت عليه غرامة معينة حتى لا ينظروا يقول أنا ما أدري بالغرامة يعني أنا طاقها صورة بالتقاطع معينة طاق ذات لك لقطة صورة أنه أنت مخالف وانت ما تدري يصير ممكن هاي الغرامة الضعف وانت ما تدري صح لذلك لازم تكون هناك تطبيق معين يدخل على هاتف إخواننا أصحاب المركبات حتى من يرتكب المخالفة يكون عندها علمية موثقة موثقة إنه أنت عابب تقاطع فلاني إذن شو أنه هذا يعني أنت أكيد يمكن أن أدك معرفة به شين هذا الحساسي اللي يلتقط هذا الحزام شينه أكو هذا المجاس كاميرات دقيقة جدا كاميرات دقيقة جدا وشرحنا عنهن إنه ممكن إنه مسافة مئة متر إنه تجيبه قريب جدا زوم تجيب المخالف تلتقط للمخالفة وتجي على الموبايل ماتك يعني هي تلتقط هذا لابس حزام أو ملابس كل المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم ثمان ما هي المخالفات هي شين هن المخالفات حس أنت تقول ها هو تقاطع صحيح تقاطع شبي التقاطع شين المخالفات اللي تلتقط اللي يأخذ يمين ها مشكلة هاي أنت تأخذ يمين تلتأخذ يمين وقاطع عنك مركبة قاطع عنك عنك سير على جانب الأيمن قاطع عنك مخالفة الأمم مخالفة مخالفة في مديرية 100% تلتقط صورة الألما للمخالف للمركبة اللي مسببة هذا الإجراء وياها تروح إضافة لعزام الأمان مبين الشخص اللي ما لابس عزام الأمان صعبة صعبة يعني ها هي مركبة هي هاي التكنولوجيا صعبة لا هذا إلا جن يعني نقر أنتم صفرون جن أستاذ حازم إحنا دكتور إحنا يعني هي التكنولوجيا صنعت لراحة الإنسان أكيد وتوظيفها توظيفها بشكل صحيح لخدمة الإنسان نحن هذا الشارع بهالطريقة هاي اللي ما مسيطرة عليها مصحيح لازم نستخدم التكنولوجيا الحديثة للسيطرة صح يعني أنت بدل ما تكنت إنه شرط المرور لازم يشاهد كل ما تقدم ما يسيطر على كل الشارع قد ما تحط كمية من المنتسبين ما يسطر على على المخالفين صح بس الكاميرات ومراقبتها بالرادار السرعة والكاميرات الذكية والإشارات الضوئية الذكية هاي كلها خدمة للمواطن بشكل أساس صح بالنسبة الإشارات المرورية باشرت ووضعتهم جديد عندما أرى بصراحة لكن أرى هذه المجلسارات الجديدة كذا شكل حلو مرتب هذه اللوحات المرورية يعني هدكم حملة أنتم جديدة تنشغلوها مو الإشارات المرورية لا مو الإشارات لوحات هذه اللوحات طبعا أكيد عندنا مديرية العلامات المرورية هذه الموجودة في ملعب الشعب هذه المديرية باشرت في نصب هذه اللوحات فقط من هذه المجلسارات الجديدة لو بكل شوارع لا في أغلب شوارع بغداد يعني أنت تشوفها هي لغا بصراحة باشرت بها تقريبا صار ثلاثة إلى أربعة أشهر هذه المديرية باشرت بهذا العمل طبعا تم سابقا كانت على الأخوة في أمانة بغداد بعدين سحبت هذه المديرية وأصبحت على وزارة الداخلية وفي مديرية المرور العامة هذه كل اللوحات التعريفية التي تشاهدها موجودة حاليا من عمل هذه المديرية عمل جدا جميل من أن نشاهدها في شوارعنا إنه إشارات الدلالة الاتجاهات الإشارات التعريفية لمناطق نعم كل هذه دا نشاهدها حاليا دا تنصف في أغلب شوارعنا الحمد لله وشكر ونحن دائما للأحسن كذلك عندنا الأرصفة بدينا بإطلاعها الأرصف مهمتكم أصبحت مهمة مديرية المرور العامة الأرصفة والشوارع قعدة الشوارع نعم تخطيط الشوارع بالله أعرف التقاطعات نعم الآن أي شارع يكون جاهز للتخطيط مديرة المرور العامة فورا تباشر بهذا الموضوع جميل هذا حل التقامل ما بين الدواء وكذا هذا شيء إيجابي مقدم حيدر أعتقد هؤلاء ناس خافت من قضية ما ينترك جاز السوق يقولوا أنه قرارات على أساس وكذا نقضوننا ما القضية هذا ليس قرار هذا مادة قانونية قانون مرور رقم 8 سنة يعني من 2019 من شرع هذا القانون هناك مادة قانونية فيها هذا القانون تخص إجازات السياقة اللي هي اللي ما يمتلك إجازة السياقة ويقول يعني أنت ما مخول بقيادة مركبة ممكن أنه أنت إذا قدت المركبة وانت ما مخول بقيادته ممكن أنه تسبب إلى حادث صح ممكن أنه تسبب إلى دهس شخص شنو المادة القانونية وش تقول المادة القانونية تقول حبس لمدة شهر أو غرامة مقدارها 200 ألف دينار لمن قادة مركبة وما يمتلك إجازة السياقة يعني بدون حادث بس ما يمتلك أنا ما عندي إجازة السياقة وقدت مركبة وسبب حادث أو ما سبب حادث رجل مرور استوقفتني وأني ما عندي إجازة شنو ياما حبس شهر ياما غرامة مقدارها 200 ألف دينار سموا غرامة فورية لو شون؟ غرامة فورية غرامة أي غرامة تنفذ على المركبة 200 ألف دينار إضافة إلى أنه اللي أنت صاحب هذه المركبة مثلا ونطيت الشخص ما يمتلك إجازة كذلك أنت على إخاذ الغرامة عشينو؟ شو أنت طيهت؟ إي فأكو قوانين في في حالة 400 لا مو 400 لا هي غرامة 200 دينار بس أنت استاذنا الغالي ديكتور لا أنسا بس أخبار وقاطة أسا مديرة المرور إذا أنت عندك إجازة سياقة بس أنطيت مركبتك لشخص آخر يمنح أغراماني أغرام صاحب المركبة بس أنت مهمت فيكم أنت مديرة المرور عامة هي دعوة أسا تدعو عيارة لك طبعا طبعا دعوة للأخوة أصحاب المركبات يمنح مركباتهم طبعا طبعا لا تطهد لا تطهد لا بالله بالعكس حتى تجيكم واردات يجيب لك مصيبة يجيب لك مصيبة لا يجيب لك واردات نحن يسبب لك هذا صحيح هذا ما مخول بقيادة مسؤولية من؟ مسؤولية صاحب المركبة الذي أنت مركبت الشخص لا يمتلك إجازة سياقة يعني خلي حاضرون أمتعتهم لمدة الشهر الذي لا يمتلك لدينا الذي لا يمتلك صاحبكم حلاق؟ موجودة هذا قانون مرور نقول لك 2019 يعني حداندي طبق موجودة مطبق هذا قانون مطبق فإحنا من برنامج كوم أنه يا أخوان طلع إجازة سياقة عاوة تحضر لك لك عاوة تحضر لك تضع حلقات من قلق لازم نحن نضبط الشارع بشكل صحيح لما تكون دوائر مديرية المرورة العامة جادة بمحاسبة المخالفين لأن إحنا حسنا عشقيت نحن لدينا مخالفات كثيرة جدا بما أقارب خمسة آلاف مخالفة يوميا فقط في جانب نصافر ورغم كل هذا أكو بعض مخالفات سببه مركبات هواء سببه بس المركبات هواء يعني بس في بغداد مركبات هواء مبقيت المناطق شبهه هو استساع استساع صحيح لازم يكون صراحة صراحة لضبط الشارع صحيح وإضافة يعني ما عندنا يعني ما عندنا يعني ما عنددي عداوه إياك يا خاني الرجل المرور عنددي عداوه إياك حتى أغرمك التزم بالتعليمات المرورية هو حفاظا على النظام العام بالشكل العام إنه إن الشارع بهاي الطريقة ما يطار زخم مروري بسبب مثلا أنت شارع عندك هو عرضة كل ثمانة أمتار أو عشرة أمتار أو جاءت لسيارة باص وواقف الأخ ومسببت لزخم مروري صحيح والله تأتي عليها تقول لي أنت مسبب زخم مروري يقول لك هي دقيقتين هذه الدقيقتين وعقت بمقارب 300 إلى 400 مركبة وسببت زخم في شارع معي وخاصة بالدوام الرسمي وخصوصا في أوقات الدوام صحيح لذلك على جميع أن يتكاتف أحسنتم للتخلص من هذه الزحامات المرورية والمخالفات المرورية ونطلع من هذا الجو اللي هسه نتطلع من المقال إلى المقال اللي راد لك إذا أنت عندك مثلا ساعة ونصف ساعتين وليوم مو صحيح سببها سببها أنت وأني والشارع كل شي يعني نحن لازم نتكاتف حتى نتخلص من هذه الزحامات المرورية الموجودة أحسنتم المقدم الحقوقي الأستاذ حيدر شاكر تشرفي وضابط العلاقات والإعلام في مديرية المرورة العامة شكرا جزيلا لحضورك شكرا جميع هذه الأجوبة شكرا جزيلا لك دكتور وهذا البرنامج وهذه القناة الجميلة الله يحفظك شكرا جزيلا مرة أخرى مشاهدين كرام في ختام الحرقة تقبلت حياة كادر البرنامج وأخوة في العلاقات شكرا جزيلا مرة أخرى لأخوة في مديرية المرورة العامة وإن شاء الله ألتقيكم في الأسبوع القادم يوم السبت الساعة التاسع مساء لأن تقبلت حياتنا معدوم قدم البرنامج حاسم الحرب ألتقيكم بإنيه تعالى في أمان الله